الأياد القطرية المدمرة برزت في الصومال على مراحل مختلفة أبرزها تغلغل رجال الأعمال القطريين في المناصب الأمنية ودعمهم للحركات المسلحة الإرهابية وكشفت تقارير إعلامية محلية عن تورط مدير القصر الرئاسي ونائب رئيس جهاز المقابرات فهد ياسين في مخطط تخريبي قطري تركي لتأسيس حركة المسلحة تتبع فرع حركة تنظيم الإخوان الإرهابي وياسين الذي عمل لصالح قناة الجزيرة والمعروف بعلاقته الوثيقة بمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي يلعب دور واسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال وتحدث تقرير لصحيفة سوماتايمز الشهر الماضي عن أن الجهاز الأمني والاستخبارات تحول مرتعا للإرهابيين من قيادات حركة الشباب التي تنفذ هجمات إرهابية ضد المدنيين وتستهدف البعثات الدولية وحتى الديبلوماسية كما كشفت وثائق ويكيليكس الشهيرة دعم قطر لحركة الشباب الصومالية من خلال تقديمها الدعم المالي الكبير والسخي والعسكري لهذه الميليشيات المرتبطة مباشرة بتنظيم القاعدة إضافة إلى الاختباء وراء عدد من الجمعيات الخيرية لتمويل متطرفين وتزويدهم بأموال طائلة قطر استخدمت شركاتها في إيرتريا لتمويل وتسليح حركة الشباب الصومالية مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين بالسلاح والمال القطري كما أدى أيضا إلى إطالة أمد الصراع في إيرتريا دعم الدوحة للإرهاب في الصومال لم يقف عند حركة الشباب بل تخطها أيضا إلى عدد من الجماعات المسلحة وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ومن أبرزها تحالف إعادة تحير الصومال حركة الإصلاح في القرن الإفريقي وحركات قبلية مختلفة عمل تنظيم الحمدين القطري عبر عملائه إذن في مقديشو على تنفيذ مخططاته التخريبية كما لجأ إلى القضاء على حكام الأقاليم المعارضين لهذا التدخل أما هدف الدوحة الرئيسي من كل ذلك فهو تفتيت النظام الفيدرالي وتشجيع النزاعات الانفصالية في الصومال ترجمة نانسي قنقر